ايه اكتر دوري في العالم عنده العقدة بتاعتنا دي الدوري الالماني الالماني برضو متحفزين دايما في كلها يعني مثلا لما جوم حتى الريال مدريد وليوفانتوس احنا طبعا بندردش يعني وليوفانتوس وبرشلونة والانديها الكبيرة تعمل سوبر ليج في اوروبا والازمة اللي حصلت مع الاتحاد الاوروبي المانيا ما كانتش معاه الالمان ما عندهم سجرقة بتاعت المبختة دي يعني يقعد كانن ويعمل نفسه مش معاك لغات ما يشوف النتيجة ايه النجح يفديلك على طول مع انه يباني الالماني دا انه لا هو الالماني كده متحفز تولي الوقت فحتى في القصة دي متحفز خد بالك ليه هم كده طبعتهم كده لكن شايفين في انت عشان ضخمة جدا هم محاسين هم غيرنا بقى الترمومتر عندهم قالهم انتم ممكن خلال كامسان مش هتعرفوا تواكبوا الانديها دي لف جلترة ولا التطور اللي يحصل في اسبانيا وريان المدريد والانديها دي دلوقتي مع الحكم اللي اخدوه كمان بان السوبر ليجي تعمل بعد كده وبيشوف هيعملوا ايه الصدام حيبقى شاكلوا ايه اخدوا حكم رسمي من سوسرا وبدأوا اه بدأوا خلاص اللي اتحد قرب هيرف عن رأي البيضة فاش يظهر الالمان بدأ يحس انه مش هيرى في واكب التطور ده كله والصرف عمل ايه الالمان بقى لاول مر بتظهر هذه الاخبار الدوري الالماني ده في الشرق برضو لكرة القدم يدرس فتح الباب للاستثمار الخارجي لاول مر 24 نادي في الدوري الالماني يصوتون لصالح ببيع حقوق البث وقدرت البطولة تبدأ محاولاتها السالسة لجمع تمويل خارجي صوتت اكبر انديت كرة قدم في المانيا لصالح ببيع محتمل لحقوق البث عبر التلفزيون في صفحة قد تساعد على سد فجوة الاراضات مع الدوري الانجليزي وبيبص بقى للدوريات المماثلة ومن اكبر 5 دوريات في العالم فلازم تبقى اراضاتي مقتربة مصروفاتي مقتربة نجومي مقتربة مالا من اكتر خمسة ليه يعني ان انا من اكتر خمسة في العالم اكبر خمس دوريات في العالم ايه الإنجليز والأسبان والطليان والألمان والفرنسويين ده الخمس دوليات الكبرى فلازم نكون فيه فجوات دلوقتي فقال لك عشان يبتدي يسد الفجوة في الإرادات مع الدورة الإنجليز الممتاز وفقا لأشخاص مطلعين في العمر كرة القدم الألمانية واحدة من الممانعين للإستثمار الأجنبي في ظل حماية أندياتها من الاستحوازات الكاملة مفاهم بتاعتنا ورفض الأندات الصغيرة المتكرر لمحاولات الاتفاق على استثمار الملكية الخاصة ولكن هذه المرة صوت 24 نادي مشاركة في الدورة الألمانية لتصالح دراسة صفقة محتملة مع شركات الملكية الخاصة بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ده نقل عن تقارير ألمانية نظر لسرية المعلومات ولم يتسنى الحصول على تعليق ممثل اللي جهنج اللي هو الرجل اللي باسك يعني وأن البولنبرج الوكالة الشهيرة بتقول أن في نوفمبر الجهة اللي بتدير نشاط القرى في ألمانيا بدأت تعمل محاولات لجامع تمويل خارجي تخلت إدارة الدورة الألمانية عن إجراءات التخزيتها قبل كده عشان تجزي باستثمار ملكية خاصة لأن كان في جماهير وأن دي بتعترض لكن دلوقتي بقى الموضوع خلاص خلاص بيقولك كمان أبوص شركات ملكية خاصة تراهن على نشاط حقوق إعلامية لأكبر الدورات الرياضية مدفوعها جزئيا وكذا كأن البس البباشر المنافسين منافش إيه وعادين إدوا أمسان الدورة الإنجليزي بقى في الأسبوع الماضي بس حول ملكية واربع سنين مقابل ستة وسبعة من عشرة مليار جن سترلين يعني تمانية واربعة من عشرة مليار دولار هو نايم في الدورة لسة بيقولك لأ واستثمار لأ اوعى العصابة اقوم تعالى اوعى حوش والكلام بتاعنا ففي ألمانيا بدأ يفوقوا وحتى بيقولك إنه بيحاولوا يجذبوا مستثمرين سعوديين وما شايفين شجف فأنا برص كل ده لازم يتحط في ميزان التفكير يعني اللي فعلا أصدر فيه نوعين من المسؤولين نوع ماشي مع الزيتة ونوع بيشتغل فعلا لبكرة حتى لو نهاردة ده متقيل بس هو دائما يراهن على التخطيط اللي بيعملوا البكرة إحنا عندنا بقى الناس اللي تعمل كده ولا لا ما عرفش أحب أعرف رأي الجمهور كمان تحديدا في القصة دي قصة مهمة أنا شاف هنا قصة مهمة جدا طيب ترجمة نانسي قنقر